السلام عليكم متابعي قناة ليسبورد كيمس معكم يونس مؤسس القناة في حلقة جديدة والتي سنخصصها لشرح بطاقة لعبة الديب ليلة واحدة One Night Ultimate Werewolf لمن لم يشاهد حلقة الشرح ستجدونها في مربع الوصف كما سنخصص حلقات أخرى لشرح نسخة One Night Ultimate Vampire ونسخة Daybreak لا تنسوا اللايك إذا أعجبكم الفيديو السبسكرايب والمشاركة مع أصدقائكم سنبدأ بالأدوار التي تستيقظ بالليل ثواليا كما في اللعبة على افتراض أن جميع البطاقات مستخدمة أي وجود العدد أقصى لللاعبين وهو 13 لاعبا وأول شخصية تستيقظ هي الدوبل كانجر شرح هذه الشخصية جد معقد ويستلزم دي ليلة بباقي الشخصيات لذا سأقوم بشرحها في الأخير ثاني شخصية تستيقظ هم الدئاب المتمثلة في بطاقتين في اللعبة يتعرفون على بعضهم البعض ثم يعودون لإغلاق عيونهم أما إذا كاستيقظ دئب واحد أي أن بطاقة الدئب الأخرى موجودة في الوسط فيقوم الدئب الوحيد بالنظر لبطاقة في الوسط والتي من شأنها أن تساعده في فترة النقاش والاستنتاجات ثالث شخصية نجد مينين وهو حليف قوي للدئاب وينتمي لفريقهم عند استيقاده يقوم الدئاب برفع إصبع الإبهام للإشارة لهويتهم دون أن يفتحوا أعينهم يقوم مينين بالتعرف عليهم ثم يغمد عينيه خلال اللعب لا يكون الدئاب على دراية باللاعب صاحب بطاقة مينين وإذا مات دون موت دئب يفوز فريق الدئاب أما إذا كانت بطاقتها في الوسط أي لا توجد بطاقة الدئب لدى أي لعب فيفوز مينين إذا مات أحد اللاعبين الآخرين رابعا لدينا ميسن عند إدراج بطاقة ميسن فيجب اللعب بكلتا البطاقتين المتوفرتين يقوم صاحب بطاقتين ميسن بالاستيقاظ والتعرف على بعضهم البعض أما إذا استيقظ واحد منهما فقط فهذا يعني أن بطاقة الأخرى متواجدة بالوسط أي لا أحد يمتلكها خامسا سير تقوم الساحرة بالنظر إما لبطاقة لاعب ما أو النظر لبطاقتين في الوسط ولا يحق لها أن تقوم بالحركتين معا ثم تعود لتنا سادسا روبر يقوم السارق بمدالة بطاقته مع أحد بطاقات اللاعبين الآخرين وينظر لبطاقته الجديدة بعدها يصبح اللاعب صاحب بطاقة السارق الجديدة من فريق القرية حتى وإن كان دئبا في السابق ويصبح صاحب بطاقة السارق القديم من الفريق الدئاب أو القرية حسب بطاقته الجديدة كما يمكن لسارق عدم مبادلة أي بطاقة سابعا تستيقظ متيرة المشاكل لتبادل بطاقتين لاعبين دون أن تنظر لهويتهما وتعود للنوم ويبادل أدوار وفرق اللاعبين المستهدفين نظريا دون معرفة منهما إلى آخر اللعبة يكون الدرانك جد سكران حيث لا يتذكر إلى أي فريق ينتمي فيقوم ويبادل بطاقته مع بطاقة في وسط اللاعب دون النظر لها ويصبح من الفريق الذي تمثله تلك البطاقة تاسعا إنسومنياك تنظر الساهدة لبطاقتها للتأكد من عدم مبادلتها في اللاعب ثم تعود للنوم وبالتالي نكون قد أنهينا شرح البطاقات الليلية لذا سنعود للبطاقة الأولى وهي الدوبلغانجر تقوم الدوبلغانجر بالنظر لبطاقة أحد اللاعبين فإذا كانت بطاقته دئبا أو ميسن تستيقض من جديد مع الدئاب أو ميسن في أدوارهم لتصبح منهم أما إذا كانت البطاقة سير أو روبر أو ترابل مايكر أو درانك فتقوم في الحال بالدور الذي تلقته ولا تستيقض من جديد مع أصحاب الدور الحقيقيين أما إذا كانت مينيون يطلب منها إبقاء عينها مفتوحة ويطلب من الدئاب رفع أصبعهم لتتعرف عليهم أما إذا كانت إنسومنياك فتستيقض بعد صاحبة إنسومنياك الأصلية مباشرة لتتأكد من بطاقتها كما تابعتم في الشرح لا تقوم الدوبلغانجر بأي شيء إذا اختارت بطاقة لعب لا تتوفر على أدوار ليلية وهي القروي الذي لا يملك أي قدرة أو الترينر الذي مل من حرفته لدرجة تمنيه الموت ولا يفوز في اللعبة إلا إذا مات أو الصياد الذي إذا مات يقتل معه الشخص الذي سوت ضده هكذا نكون قد أهينا شرح بطاقات One Night Ultimate Werewolf اشتركوا في القناة